تلعب الهيئة العامة للتنمية الصناعية دورا جوهريا في تشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات الجديدة لتنمية المجال الصناعي وزيادة توطين التصنيع المحلي وتعمل على تقديم العديد من التسهيلات على مستوى الحصول على الاراضي اللازمة لانشاء المصانع وكذلك تيسير حصول المستثمرين على قروض مختلفة الاحجام ليتمكنوا من الدخول الى السوق المصري وهو ما يؤدي الى فتح مجالات واسعة ومتنوعة من حيث فرص العمل وكذلك انعاش الصناعات المحلية كذلك تخدم تلك الاستثمارات الجديدة خطة الدولة المصرية في تعزيز الصناعات الوطنية لتعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل التوريد فما هي جهود الهيئة العامة للتنمية الصناعية في جذب وتشجيع الاستثمار؟